بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقته النساء فطلقوهن لعدةهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بلوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحبت بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مقرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والأولئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وردكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لهم فآتوهن أجورهن واعتمئن بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع لهم أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسره يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاتبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتق الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتنوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعنوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها أبدا قد أحسن الله له المرزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما